بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيد محمد على آله وصحبه أبعين معكم محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس استخدام الشموع اليابانية مع مختلف أساليب التحليل الفني عنوان مخاضرة اليوم استخدام الشموع اليابانية مع مؤشرات التذبذب بشكل عام السؤال الذي يطرح نفسه ما هو المقصود بمؤشرات التذبذب مؤشرات التذبذب هي كل مؤشر فني يعطي معلومات بالدرجة الأولى عن حالات التشبع والزخم التي تمر بها الأسعار مثل مؤشر استوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم هذه المؤشرات لها عدة استخدامات لكن الاستخدام الأساسي لها أنها تقدم لنا معلومات حول التشبع في الأسواق عشان كده تعرف بمؤشرات التذبذب في هذه المحاضرة لن نشرح المؤشرات كمؤشرات مستقلة ذاتها لكن هنشرح كيفية استخدامها مع نماذج الشموع اليابانية لمعرفة متى أدخل صفقات ومتى أشتري ومتى أبيع ومتى أنتظر أما عن شرح جميع المؤشرات فسيكون في سلسلة مستقلة ذاتها إن شاء الله أكثر ما يهمني في هذا الكورس أن المتداول يعرف المناطق التي نستخدم فيها الشموع اليابانية مع مختلف أساليب التحليل الفني طيب ما هي هذه المناطق التي يمكن فيها استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات التذبذب من خلال استقراء الأسواق وجدنا أن أغلب الطرق الشائعة في التداول باستخدام مؤشرات التذبذب يمكن تلخصها في تلات طرق رقم واحد عند مناطق التشبع في هذه الحالة نبحث عن الشموع الإنعكاسية فقط يعني المؤشر الذي يعطينا إشارة التشبع في هذه الحالة نبحث عن نماذج الشموع الإنعكاسية فقط كما هو موضح في الأسفل مؤشر الاستوكاستيك عند نقطة تقاطع المنحنيين يوجد حال التشبع يعني لن أحكم على حالة التشبع من إشارة المؤشر بمفردها لازم يكون عندي معاها نماذج شموع يابانية إنعكاسية عند مناطق التشبع عشان نقدر أحكم على أنه فعلا فيه احتمالية للارتداد من هذه المناطق رقم اثنين المنطقة الثانية اللي احنا ممكن نستخدم فيها نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات التذاب هي عند وجود الانحراف السعري وهو ما يعرف باسم الـ وأيضا كما قلنا في النقطة السابقة نبحث في هذه الحالة عن الشموع الإنعكاسية فقط أثناء تكون القمم أو القيعان أما النقطة الثالثة والأخيرة في استخدام مؤشرات التذابذب مع الشموع اليابانية هي أنه مؤشرات التذابذب التي تقدم معلومات عن الاتجاه يمكن البحث في هذه الحالة عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية يعني مثلا مؤشر القوة النسبية أو RSI عند مستوى الخمسين يعبر عن الاتجاه إذا كان المؤشر فوق مستوى الخمسين كان الاتجاه صاعد وإذا كان تحت مستوى الخمسين كان الاتجاه هابط يعني الخاصية دي معناها لو كان المؤشر مؤشر اتجاهي في الحالة اللي ذا دي بنبحث وندور عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية التي تحافظ على نفس الاتجاه سواء كان هذا الاتجاه صاعدا أم هابطا وهذه النقاط السلاس سوف نشرحها بالتفصيل من خلال الأمثلة العملية التالية المثال الأول على استخدام الشموع اليابانية مع مؤشر استوكاستيك في حالتي التشبع البيعي والتشبع الشرائي في هذه الحالة نبحث عن نماذج الشموع اليابانية الإنعكاسية فقط شاهد معي هذا المثال لو بصينا على الشرط اللي قدامنا ده وحاولنا نستخدم المؤشرات دون أن يكون عندنا علم بالنماذج الشموع اليابانية هنتعب كتير لأن في هذه الحالة هيكون عندي كتير من الإشارات التي تعطيها لي المؤشرات الخاصة بالتزبزب تعتبر خاطئة وغير فعالة طيب تعالوا نفلتر هذه المؤشرات في ضوء نماذج الشموع اليابانية يعني لو بصينا على هذا المكان رقم واحد لو نلاحظ أننا عندي تقاطع بين منحنائي مؤشر استوكاستيك حسب الإعدادات الافتراضية له بيقول لي أن في حالة تشبع شرائي يعني المفروض أن المشتريين يتوقفوا عن الشراء أكثر من ذلك في هذه المنطقة أنا لو حبيت أخذ بعيني الاعتبار إشارة المؤشر فقط ممكن أخسر صفقات كتيرة طيب تعالوا نشوف في هذه المرحلة إزاي كان أداء السعر في ضوء قراءتي لنماذج الشموع اليابانية بالرغم أن أنا عندي إشارة تشبع شرائية إلا أن السعر كمل هذا الصعود وطبعا الشرط ده على فريم الديلي فأكيد كل شمع لها أهميتها ووزنها وثقلها إذن في هذه الحالة أنا مقدرش أعتمد على مؤشر التذبذب بمفرده ولكن نحاول الدمج معها نماذج الشموع اليابانية اللي احنا تعلمناها في الكورس الماضي طيب تعالوا نشوف مع بعض الوضع هيكون شكله إزاي لما ندمج نماذج الشموع اليابانية مع المؤشر لو تلاحظ هذه المنطقة كلها تعتبر منطقة تشبع طالما أني فوق مستوى الثمانين عند مؤشر استوكاستيك نقطة التقاطع في المؤشر هي التي تعبر عن أفضل مكان يدل على التشبع لكن في هذه الحالة تعتبر غير فعالة نهائيا ولو أنا بعت من هذا المستوى بناء على إشارة التشبع هلاقي أن السعر هيرتد علي بمسافة كبيرة جدا هنا بقى يجي دور نماذج الشموع اليابانية طب إزاي أنا أوظفها في هذه الحالة رقم واحد هبص على المؤشر هل ما زال في منطقة التشبع أم لا هلاقيه لسه موجود في منطقة التشبع رقم اثنين في هذه الحالة أبدأ في البحث على الشارط عن النماذج الإنعكاسية في الشموع اليابانية طيب بص معايا كده هتلاقي نموذج شموع يابانية إنعكاسي عند رقم اثنين هذا النموذج يسمى نجمة دوجي المساء دوجي إبنينج ستار وده نموذج عاكس للاتجاه من صاعد إلى هابط فإذا توافق تواجد هذا النموذج مع مكان التشبع هنا بيكون احتمالية الإنعكاس أكبر من احتمالية الاستمرار في نفس الاتجاه طب تعالوا نسقط الأسهم بين النموذج وبين إشارة المؤشر هلاقيه لما تشكل معايا نموذج دوجي إبنينج ستار والمؤشر بعده في منطقة تشبع هنا بإمكاني إننا نحكم إنه ممكن يحصل إنعكاس وممكن يحصل ارتداد بحكم إن السعر وصل إلى منطقة تشبع يعني أنا مثلا في الحالة دي أنا مش هدخل صفقة بيع بناء على إشارة المؤشر هو أي نعم المؤشر ساعدني فقط في معرفة مكان التشبع لكن دخولي في الصفقة سيكون وفقا لقراءتي لنموذج الشموع اليابانية اللي تكون عندي إذن في هذه الحالة أنا هدخل من هذا المستوى الخاص بهذا النموذج لأن الشمعة التي جاءت بعد النموذج أغلقت تحت أسفل من 50% من الشمعة الخضراء الأولى في النموذج هدخل صفقة بيع عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع كمان لو تلاحظ أن السعر بعد تكون هذا النموذج دخل في مرحلة انتقالية ثم نعكس وإحنا عرفنا في الكورس الماضي أن النماذج الإنعكاسية مش بالضرورة أنها تعكس الاتجاه مباشرة لكنها ممكن تدخل في مرحلة انتقالية قبل الإنعكاس وهذه الأمور شرحناها بالتفصيل فيما سبق ملخص الموضوع أن احنا بنحاول نستخدم نماذج الشمعة اليابانية في مناطق التشبع حتى نحصل على فلترة للإشارات الصحيحة عشان أدخل صفقات أكثر ضمانا وأكثر أمانا وأكثر نجاحا طيب على نفس الشرط لو حاولنا نلتقط إشارة أخرى تدل على التشبع عندي هنا عند المنطقة رقم 3 تشبع شرائي أيضا لو نسقطه كإشارة للمؤشر فقط سوف نحصل على إشارة فاشلة لماذا؟ لو تلاحظ على الشموع اليابانية اللي حصل في هذه المنطقة فوق المؤشر بالنسبة للأسعار كان عندي زخم صعودي فمستحيل إنه يحصل عندي إنعكاس وفقا لهذا التشبع الشرائي الذي يقدمه لي المؤشر في هذه الحالة وعشان كده أنا بحاول كمان مرة إن أنا أوظف نماذج الشموع اليابانية وشوف إزاي هتقدر تساعدني مع المؤشرات لاحظ معي في المنطقة رقم 4 حصل عندي في المؤشر تقاطع للأسفل حتى لو نزل تحت المستوى التمانين في مؤشر استوكاستيك في هذه الحالة لكن ده يعتبر إعادة اختبار يعني المؤشر نزل ثم أعاد اختبار مستوى التشبع وكمل النزول بس لو لاحظت أن مستوى إعادة الاختبار هذا تزامن مع شمعة بيعية قوية جدا في هذه المنطقة ولو لاحظت كمان أن هذه الشمعة البيعية الدبابية الحمراء ابتلعت كذا شمعة قبلها شمعة 2-3 قبلها وبعدها حصل على طول الإنعكاس طيب أنا إيه اللي استفدته من هذا المؤشر المؤشر عرفني أن السعر وصل إلى منطقة التشبع رقم 4 بعد كده اللي يهمني في الحالة دي أن أنا أوظف نموذج الشموع اليابانية اللي تكون عندي عند مستوى التشبع في دخول الصفقة يعني دخولي في صفقة بيع مش هيكون استنادا إلى مؤشرات التغذب فقط وإنما هيكون استنادا إلى المؤشر وكمان معاه الشموع اليابانية هي اللي هتفصل في دخولي وفي تحليلي للأسعار والسلعة اللي أنا شغال بتداول عليها المثال الثاني على مؤشر استوكاستيك عن مناطق التشبع وإزاي نستخدم فيها نماذج الشموع اليابانية نفس الملاحظة اللي قلناها في المثال الأول لو تلاحظ معي في هذه المنطقة في عملية تشبع شرائي واضح على مؤشر استوكاستيك هذا المؤشر عند هذا التقاطع عند المنطقة رقم E ما ينفعش تدخل مباشرة صفقة بناء على هذا التقاطع الدال على التشبع ولكن هنشوف على نماذج الشموع اليابانية إزاي الأسعار هتتعامل معاه لو لقينا مثل هذه الحالة التي تتوافق فيها نماذج إنعكاسية مع منطقة التشبع هنا أنا في إمكاني أن أتداول بأمان أكتر وأدخل صفقات تعتبر أكثر نجاحا لو بصينا في النماذج اللي عليها شكل بيضاوي دي هلاقي عندي عدة شموع إنعكاسية زي الدوجي والشهاب شوتينج ستار حتى القمة كمان عبارة عن قمة ملقات وزر توب وفي نفس الوقت عندي قمة أبراج يعني كل معايير الإنعكاس ونماذجها متواجدة في هذه المنطقة بي في هذه الحالة أنا إذا دخلت دخولي هيكون من هذا المستوى بعد شمعة التأكيد التي تغلق أسفل من الشمعة الخضراء الموجودة في النماذج الإنعكاسي وكمان التي تغلق أسفل ذيول الدوجي هدخل صفقة بيع ربحانا إن شاء الله عند المستوى المكتوب عنده كلمة ادخل بيع بس عايزك تلاحظ كمان إن أنا كل موظف نماذج الشموع اليابانية مع أسلوب التحليل الفني اللي أنا باستخدمه وحسب الاستراتيجية اللي أنا ماشي عليها وباستخدامي للدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه والمؤشرات كل ما تزيد فعالية هذا النموذج ويبقى موقفه في التداول أقوى عشان كده بنقول لا تستخدم المؤشر بمفرده في التداول في فرق كبير بين المتداول الذي يستخدم المؤشر بمفرده وبين المتداول الذي يستخدم المؤشرات ويدمجها مع نماذج الشموع اليابانية كنماذج انعكاسية واستمرارية عشان كده دايما نأكد إن المتداول اللي بيستخدم المؤشرات بمفردها بيكون عرضة للدخول في خسائر كبيرة جدا ولو تلاحظ كمان عندي في المنطقة C تشبع بيعي يعني ده معنى إيه؟ معنى إن أنا كمتداول مش هفكر في البيع نهائي وممكن أتحول من بائع إلى مشتري طيب هنفترض أني مش هستخدم نماذج الشموع اليابانية لو دخلت من هذه المستويات إزاي هتعامل معاها؟ لو بصينا على نماذج الشموع اليابانية على التشبع هلاقي عندي تشكل نموذج استمراري للنزول أكتر هو نموذج الجنود الثلاثة الهاربين اللي احنا تعلمناه في الكورسي اللي فات يبقى أنا لو تداولت على أساس المؤشر أكيد هخسر الصفقة دي في حين إننا لو قمت بدمج نماذج الشموع اليابانية مع المؤشر أكيد هاخد بالي من الموقف اللي قدامي ده وهتعامل معه صح وصفقتي هتكون أكثر ضمانا وأكثر عقلانية طيب تعالوا نشوف على الشرط فرصة أخرى للتشبع ممزوج بنماذج شموع يابانية انعكاسية لاحظ معي في المنطقة دي اللي حصل عندي إن تكون عندي تشبع بيعي في المؤشر وفي نفس الوقت حصل عندي شموع يابانية زي الدوجي ونموذج إيفنينج ستار نجمة الصواح ولو أنها غير مثالية طيب إيه اللي حصل بعد تكون هذا نموذج؟ يعني أنا لو كنت دخلت بعد اكتمال هذا نموذج صفقة شراء من عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري تحليل الموقف هيكون كالآتي هذه النجمة أي نعم هي غير مثالية لكنها تزامنت مع منطقة تشبع بيعي في مؤشر التذابذ ده إداني فلترة للصفقة وأكد لي إن الصفقة اللي أنا دخلها صفقة ناجحة ذات قوة أكثر وشجعني على إن أنا دخلها صفقة شراء رابحة إن شاء الله حتى لو بعدها السعر دخلني في مرحلة انتقالية زي اللي حصل عندي بعد كده ثم معكس لكن في الآخر دخولي هذه الصفقة بالشراء كان صحيح أرجع تاني وأكد إن توظفنا للشموع اليابانية مع مؤشرات التذابذب هيدينا نتائج أحسن بكتير وهتصبح نظرتنا للسوق نظر أعمق وتداولنا هيكون أكثر رزانة وهيكون له أسباب منطقية للدخول مرة أخرى وليست أخيرة ما ينفعش تستخدم المؤشرات لوحدها زي ما بنلاقي إن كتير من المتداولين بيستخدموا المؤشر لوحده وتكون النتيجة في الآخر الحصول على إشارات خاطئة كتير جدا مما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه لكن لما بنوظف هذه المؤشرات مع نماذج الشموع اليابانية بيحصل عندي نوع من الفلترة وفي النهاية إحنا بش بناخد كل هذه الإشارات من هذه المؤشرات إحنا بناخد بس الإشارة المنطقية التي تتوافق مع نماذج الشموع اليابانية وبما يتناسب مع حركة الأسعار وبكده يبقى خلصنا الحالة الأولى التي تستخدم فيها الشموع اليابانية كنماذج مع مؤشرات التغذب طيب هذا الشرح كان حول مؤشر استوكاستيك تعالوا بينا نشوف أمثلة أخرى حول مؤشر القوة النسبية أو ما يعرف باسم RSI المثال الأول على استخدام الشموع اليابانية مع مؤشر القوة النسبية RSI نفس المبدأ طالما أن المؤشر هو مؤشر تغذب فغالبا ما هيكون فيه مناطق تشبع وما إلى ذلك هنحاول نتعامل معها بنفس الشكل دائما فالكلام عام في هذه الجزئية لاحظ معي في هذه الحالة كان عندي تشبع شرائي لو بصينا للمؤشر بمفرده عند المنطقة رقم واحد هنلاحظ إن فيه تشبع شرائي والأسعار سوف تنعكس ولكن لو نظرنا إلى الشموع هنلاقي إن الشموع لم تعطينا تلك الدلالة على هذا الإنعكاس اللي أعطاه لي المؤشر يعني لو بصينا على المنطقة رقم اثنين اللي عليها شكل بجضاوي هنلاقي شمعة شوتينج ستار وقبلها شمعة هنجنجمان وحيث أنهما نموذجان عاكسان للاتجاه هنلاقي أن كلاهما لم يتفعل وحيث أنهما لم يتفعل ما ينفعش أمشي وفقا لإشارة المؤشر فقط عشان كده أحاول أوظف الشموع اليابانية كنماذج في هذه الحالة طيب لو بصينا لمنطقة ثالثة ولتكن رقم ثلاثة فيها تشبع شرائي وفي نفس الوقت فيها شموع إنعكاسية هنحصل على نتيجة أحسن يعني مثلا في هذه الحالة في المنطقة رقم ثلاثة المؤشر لامس منطقة التشبع اللي هي مستوى السبعين في مؤشر القوى النسبية هذه الملامسة تزامنت مع نموذج إنعكاسي وهو نموذج إنجالفينج باترن فأنا إذا دخلت صفقة بيع في هذه المنطقة هتكون احتمالية نجاحة كبيرة جدا يعني عندي نموذج ابتلاعي وفي نفس الوقت عندي تشبع شرائي فده بيزود احتمالية الارتداد والإنعكاس لأن كلاهما يعطيني دلالة على الإنعكاس على هذا الأساس أنا هدخل صفقة بيع وفقا لنموذج إنجالفينج باترن ولكن اللي شجعني أكتر على الدخول والبحث عن مكان النموذج هو مؤشر القوة النسبية يعني مبدئيا أنا شفت عندي تشبع في هذه المنطقة وبعدين رحت بسيت على الشرط من فوق هل توجد نماذج شموع يابانية إنعكاسية أم لا لقيت عندي فيه نموذج إنجالفينج باترن يبقى أهلا وسهلا دخلت على طول صفقة بيع وفقا للنموذج وهي دي طريق استخدام مؤشر القوة النسبية في جزئية مناطق التشبع بدمجها مع نماذج الشموع اليابانية طيب يلا بينا ننتقل لحالة أخرى ومثال آخر وهو ما يعرف باستخدام الشموع اليابانية مع الانحراف المعياري أو الانحراف السعري كمؤشر من مؤشرات التذبذب وإحنا عارفين إن في الحالة دي بنبحث عن نماذج الشموع برضو الانعكاسية فقط طبعا مؤشرات التذب مهما كان نوعها بإمكاني أستخدمها كديفرجنس أي كان حراف سعري ومعناه هو وجود اختلاف بين حركة المؤشر وحركة السعر في هذه الحالة لو بسط على السعر على الشرطة هلقي إن أنا عندي قاع أدنى من قاع بينما المؤشر بيديني قاع أعلى من قاع هذا معروف أنه مؤشر تذب دي برجنس انعكاس لكن اللي همني أنه لما أنتبه لهذا الانحراف لا أدخل صفقة مباشرة على أنه انحراف ولكن أحاول أن أبحث ودور على النماذج الانعكاسية في الشموع اليابانية التي تتزامن مع هذا الانحراف بمعنى أبص على المكان هذا إلا عليه حرف إي وابدأ في البحث عن نماذج انعكاسية مبدئيا كده داخل هذا الشكل البيضاوي عندي عدة نماذج مثل شمعة الدوجي بس غير مثالية جد بعدها شمعة ثيرانية شرائية خضراء بإمكاني أتداول بناء عليها بدون أي مشاكل وكمان عندي نموذج ابتلاعي في هذه المنطقة ممكن أتداول عليه بدون أي مشاكل فأنا هدخل صفقة شراء من بعد الشمعة التي سوف تغلق بعد جسم الشمعة الابتلاعية الخضراء هنا دخولي بهذه الطريقة هيكون أحسن بكتير من أني أعتمد فقط على الديفرجنس لأن الانحراف أنا معرفش أنت هينتهي وممكن يشكل قاع ثالث في هذه المنطقة لكن لما استند على الشموع اليابانية كنماذج انعكاسية في هذه الحالة دخول الصفقة هيكون أكثر اتزانا وأكثر صحة من أني أدخل وفقا لنموذج الانحرافي فقط ولا أستقدم معاها نماذج الشموع اليابانية طيب تعالوا نشوف مثال كمان وما تنسوش أن احنا في هذه الحالة بنبحث عن النماذج الانعكاسية على الشرط اللي قدامي ده لو بصينا على الأسعار هللاقي أن عندي شمعة الدوجي في هذه المنطقة وعندي نجمة الدوجي في هذه المنطقة دوجي إيفنينج ستار النموذج إيه كان ممكن يكون إيفنينج ستار لكن بحكم أن الشمعة الثالثة لم تغلق أسفل من 50% من الشمعة الأولى فيعتبر غير معتمد كنموذج إيفنينج ستار في هذه الحالة لو لجعنا للديفرجانس طيب لو وصلنا القمم بالنسبة للأسعار بين المنطقة إيه والمنطقة بيه وبالنسبة للمؤشر وعملنا تزامن بينهما هنلاقي أن فيه اختلاف بمعنى القمم في السعر في شكل تصعدي بينما هي بشكل تناذلي على المؤشر طيب هنا يجي سؤال هذا الانحراف الديفرجانسي إمتى أنا أدخل فيه وعلى أي أساس أنا أدخل صفقتي يطرى وفقا لملمسته ولا إيه هنا في هذه الحالة أحاول أستند على قراءتي لنماذج الشموع اليابانية كده يؤنتهينا من الحالة الثانية لاستخدام الشموع اليابانية مع مؤشرات التذذب ودلوقتي تعالوا ننتقل للحالة الأخيرة وهي استخدام مؤشرات التذبذب في الشموع اليابانية ولكن في هذه الحالة مع مؤشرات التذبذب التي تقدمني إمكانية معرفة الاتجاه السائد طبعا من هذه المؤشرات مؤشر القوى نذبية RSI المحصور بين 30 و70 وفي مستوى الخمسين هو الذي يحدد لنا الاتجاه في الحالة دي لو أنا بصيت على الشموع لوحدها ممكن أضيع لماذا؟ لأنه كما هو مبين في الشرط الشموع كلها دخل في حركة عرضية والشموع متكررة ومتشابهة بشكل رهيب جدا تقريبا ما فيش أي زخم في التداول طيب لو بصينا على مؤشر RSI الصورة هتكون أكثر وضوحا السعر مبدئيا موجود على مستوى الخمسين المؤشر ماشي عليه تقريبا بنفس المستوى فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه فيه عدم يقين في السوق طالما أن المؤشر عند مستوى الخمسين لهو فوقه ولا هو تحته ماشي على نفس المستوى بالملي فده معناه أنه لا يوجد اتجاه إذن في هذه الحالة ما دام المؤشر عند مستوى الخمسين أنا مش هتداول نهائي وإنما هستنى لغاية لما المؤشر يبدأ يديني دلالة إما صعودية أو هبوطية لو شفنا مع بعض في هذه المنطقة رقم واحد خرج المؤشر من مستوى الخمسين لأعلى إذن أصبح الاتجاه صاعد لما أنا أدركت أن الاتجاه أصبح صاعد في هذه الحالة أبحث فقط عن النماذج الاستمرارية يعني في هذه المنطقة المحصورة بين رقم واحد واثنين السعر خرج من الحركة العراضية اللي كان فيها ولو تأملت وضع الشموع اليابانية في هذه المنطقة هلأي أن السعر شك النموذج استمراري هو الجنود الثلاثة الهاربين على أساس أن الشمعة الأولى كانت لزخم ثم مجموعة من الشموع تفتح وتغلق داخل نطاق الشمعة الأولى ثم تأتي شمعة يتجاوز نطاقها الشمعة الأولى من ناحية الضل العلوي إذن هيكون دخولي صفقة شراء من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري يبقى أنا في الحالة دي استفدت من مؤشر القوة النسبية RSI كمناطق تشبع واستفدت منه كمان في معرفة الاتجاه والأهم من كده أن أنا عرفت إزاي أوظف الشموع اليابانية عند مناطق التشبع زي ما قلنا أن أنا ببحث فقط عن النماذج الاستمرارية حيث أن المؤشر في هذه الحالة يوفر لي خاصية معرفة الاتجاه العام للسعر وبكده نكون انتهينا من الكلام عن الحالات الثلاثة التي يستخدم فيها الشموع اليابانية مع مؤشرات التذرذب لو حبينا نراجعها بسرعة هل لايئن مؤشرات التذرذب بغض نظر عن نوع المؤشر رقم واحد في حالة التشبع نبحث عن النماذج الانعكاسية فقط رقم اثنين في حالة الديبرجنس والانحراف السعري أيضا نبحث عن النماذج الانعكاسية فقط رقم ثلاثة في حالة المؤشر الذي يوفر خاصية معرفة الاتجاه في هذه الحالة نبحث عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية وندخل بناء عليها كلمة أخيرة مهمة جداً أهم حاجة أن المتداول يحاول يطبق ويوظف هذه النقاط اللي اتكلمنا عنها ويحاول يحترف الأسلوب اللي يرتح له ويتجاوب معاه لأنه مش معقولة المتداول هيشتغل بكل هذه الأسليب وبكل هذه المؤشرات وبكل هذه المتوسطات مرة واحدة بمعنى أنه ممكن المتداول يلاقي نفسه فاهم استخدامات الشموع اليابانية مع مؤشرات التنذب فيحاول يتمرن عليها حتى يحترفها بكثرة أو ممكن أن المتداول يلاقي نفسه فاهم استخدامات الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة والمؤشرات المتحركة يحاول يتداول بناء عليها حتى يحترفها ويكون فيها ممتازاً ومتداول آخر ممكن يلاقي نفسه فاهم استخدامات الشموع اليابانية مع التحليل الكلاسيكي والدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه أيضا يحاول يتدرب عليها حتى يحترفها ويمارفها بكسرة كطرق تحليل حتى ترسخ في الذهن ويتقنها بشكل أفضل وأحسن وما فيش مشكلة أن المتداول يعرف كل هذه الطرق اللي اتكلمنا عليها لأنها كلها تعطي خبارات للمتداول ولذلك لكم قد انتعينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي أنا معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم أحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر